حدور تسعين اعلاميا من مختلف الجهات الاعلامية والصحفية انطلقت فعليات منتدى الاعلام للتخطية المهنية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 للتدريب على القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كرونا ووفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن اول هذه المعايير هو ما يتعلق بضرورة التزام كافة الصحفين والاعلاميين ووسائل الاعلام والصحافة المحلية والاجنبية والدولية في ممارستهم لعمالهم بما يلي الالتزام باحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والاعلام الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية الانتخابات في شأن تنظيمها مراعاة الضوابط المهنية الواردة في ميساق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الاعلامي الالتزام بالقواعد المقررة لكل من التغطية الاعلامية والدعاية الانتخابية واستطلاعات الرأي دي رسالة للعالم كله ان بلدنا فيها استقرار وفيها امن وبتنطلق من مرحلة لاخرى الرسالة التانية الحقيقة اللي احنا بنوجهها اننا عايزين انتخابات في منطقة الحيدة والشفافية والنزاهة ويبقى الطرفين بيتعاونوا مع بعض الاعلام لان الاعلام الوطني الصادق اللي موجود النهاردة هو اللي هيقدر ينقل في الداخل والخارج ما يجري في مصر وما يحدث في مصر وما فيش طبعا اهم من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات انهم يشرحوا القواعد والاجراءات ويقدموا كل التسهيلات ادار الجلسات نخبة متميزة من اعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حيث اكد المحاضرون ضرورة الالتزام بالحيادية والشفافية اثناء التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال القاء الضوء على برامج المرشحين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الخوض في الحياة الخاصة لهم محذرين المرشحين من استخدام الشعارات الدينية الهيئات ومجلس تنظيم الاعلام بنقوم بعملية متكملة طبعا كل واحد في اختصاصه احنا بنحط المعايير المتعرف عليها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وده اللي بتصبط الاداء الاعلامي سواء على المستوى المرئي او المسموع او الناحية الصحفية وده شيء مهم جدا بعيدا عن الاشعاعات واي امور اخرى احنا بالفعل بدأنا عملية التنسيق والكلام دو بقاله داخل في 4-5 تيام النهاردة بس اللي هي العملية المكملة او المتممة لعملية التنسيق ما بين الهيئات وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات بالمعايير الواضحة الصريحة اللي هتبقى منشورة في كافة الصحف المرئية والمسموعة وكافة الجهات العالمية هعمل لجنة لجنة تبدأ تساير الانتخابات وتبدأ تشوف لو في اي مشاكل او اي حاجة نحلها اول باول ان شاء الله بإذن الله بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات احنا فعلا فيه اتصال مباشر ومشاعة اللي هنعمل برضو فترة تدريبية دور اساسي يلعب الاعلام خلال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 يبعث برسالة مهمة للتأكيد على الاستقرار السياسي في المجتمع المصري هويدا يحيى انبسي مصر